أعلن مدير السياحة العامة في محافظة حلبجة عن نجاح الخطة الأمنية التي تم وضعها مع جهات الأمنية والصحية ورغم هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، توافد نحو عشرة ألاف سائح إلى المناطق السياحية في المحافظة خلال اليوم الأول من عيد نوروس استعداداً لعيد نوروس قمنا بتشكيل سبع فرق وزعناها على المناطق السياحية في محافظة حلبجة وكل فريق كان يتكون من ثلاث موظفين في مديريتنا وعاملين في شركة بيفان بالتنسيق معهم ومن أجل إرشاد السياح قاموا بتوزيع بروشرات ودليل السياحة وأكياس القمامة على جميع السياح والوافدين إلى المناطق السياحية في جميع طرق الخارجية ومداخل المحافظة وبحمد الله نجحت خطتنا خلال أيام عيد نوروس بفضل تعاون القوات الأمنية وشرطة المرور والفرق الطبية ومن خلال البروشرات نشرنا رقمين للجوال من أجل تقديم المساعدة للسياح عند الحاجة من قبل القوات الأمنية وشرطة المرور والكوادر الطبية وأثر انخفاض درجات الحرارة وخطول الأمطار على مدى ثلاثة أيام على نسبة السياح والوافدين إلى مناطق السياحية في محافظة حلبجة في اليوم الأول من أيام عيد نوروس تخطى عدد السياح والوافدين في محافظة حلبجة ثمانية آلاف سائح ولكن من صباح اليوم الثاني حتى مساء يوم الأمس بسبب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة كان عدد السياح قليلا في محافظة حلبجة وبصورة عامة كانت فرقنا خلال عيد نوروس في خدمة المواطنين والسياح من أجل قضاء أوقات سعيدة موسيقى